الوزء الأخير من تقديم التهوان يخوف. أنا قلقت والله. فكرة أنت فعلاً بتقاعد خصم مبدئياً قوي. خلاص خد المبادرة بالنتيجة اللي حققها في ماتش الزهاب. فقبل من نتكلم معك عن ماتش بكرة عايزين نعرف رؤيتك للماتش اللي فاتكت عاملة زي. حقيقة أن الماتش اللي فات أنا صدمت كثير من الأداء. مش من النتيجة. النتيجة مش سيئة. مش آخر البطاف. بالضبط. في الآخر أنت خسران فرق جول وسهل تتعوضه على أرضك. لو بنتكلم فأنت خسران واحد صفر وعندك ماتش على أرضك ففرصة التعويض موجودة. لكن شكل الأداء اللي تقدم في البطولة من أول ماتش سيمبا لحد نهاية ماتش سانداونز الأولاني. الحقيقة أنه هو مربك لنا شوية. ما كناش متخيلين أن ده هيكون الأداء في الثلاث ماتشات اللي فاته الحقيقة. اتنين سيمبا وماتش سانداونز. بالضبط. يعني يمكن سيمبا الشوط الأولاني قدمنا شوط جيد في الشوط الأول. لكن في الشوط الثاني حصل تراجع كبير جدا. ثم في مباراة سانداونز. قصة الخوف من سانداونز هي دي أكتر نقطة فرقت في الماتش اللي فاته. صحيح. أنا كنت متخيل وقلت الكلام ده هنا قبل المباراة. لعبة النادي الأهلي مش مطالبة أن هي تنزل عايزة تنتقم أو عايزة تعود أو عايزة تقول أننا زينا زي لعبة سانداونز. أولا كل الكلام ده. إحنا بطل أفريقيا في الأول وفي الآخر. إحنا أقوى فرقة موجودة في القارة. حتى لو النتائج في السنين اللي فاتت قدام سانداونز. ما كانتش بيه الشكل اللي إحنا كنا متعودين عليه قبل كده قدام نفس الفريق. لكن في الآخر أنت بتنهي البطولة وإنت البطل. هو من 2016 حقق البطولة طول تاريخه مرة واحدة. أنت حقق 11 مرة. فيعني المقارنة تاريخيا وعلى مستوى القوة وعلى مستوى القدرة على المنافسة والنفس الطويل وكل حاجة في صلحك. أنت خسرت المباراة أو اتنين بنتيجة كبيرة. ده لظروف. مش لأن أنت سيء. أنت عملت مع المباراة بشكل سيء. ما كنتش مركز أيا كانت الأسباب. لكن في الآخر هي أسباب بتحصل مرة استثنائية. ما هيش حدث دائم. فالحقيقة اللي أنا شفته في المطش اللي فات. إن إحنا نزلنا وإحنا خايفين نخسر تاني. النادي الأهلي ولا لعبت النادي الأهلي إنها تنزل قدام أي فريق أيا كانت قيمته. استشعرت ده من خلال إيه؟ يعني شفت إيه فجالك الإحساس بكده؟ شفته في تمريرات اللعيبة. في الارتباك الدفاعي. في الحركات الدفاعية. في التمريرات. إحنا عادنا وقت طويل جدا. معظم المباراة من نقدرش نعمل 3-4 تمريرات على البعض. فده سببه إيه؟ مش سببه إن أنت كنت خطتك وحشة. بالعكس أنت كنت نازل وبتلعب ميديم بلوك زي ما بنقول مقفل من قدام خط الثمنتاشر بتاعك. مخرج الجيم كله بره الثمنتاشر بتاعك. وبتلعب لعب المفروض إنه هو إلى حد ما متوازن وبتلعب على التحولات الهجومية. ما قدرتش تحقق ده خالص. بالعكس لحتى اللعيبة في الملعب ما كانش فيه ترابط كبير وكان فيه مساحات. في تحليلنا قبل المباراة وكنا بنحلل بعض اللقاطات من مباراة بيترو أتلاتيكو. وبيترو أتلاتيكو كان عامل جيم مش سيء قياسا بإمكانياته. لكن كان فيه مساحات في نص الملعب. وإحنا بنشرح قلت مستحيل ده يحصل في مقش الأهلي. المساحات دي ما ينفعش تكون موجودة واللعيبة بتاعتنا لازم تكون أقرب لبعض من كده. لكن الحقيقة اللي احنا شفنا في المباراة كان نفس الأداء اللي قدمه بيترو أتلاتيكو فيه مساحات. رغم يعني أنت تشوف تحس إن كل اللعب آه واقف في مكانه. إنما وقف في مكانه بيعمل إيه أو بيتحرك بسرعة عاملة إزاي. الأكسليريشن عامل إزاي بتاع اللعيبة. كل ده ما كانش جيد. فإحنا مقدمناش الحقيقة المباراة كويسا. القصة مش عند كولر فاس. لكن كمان عند اللعيبة. اللي هي نزلت الملعب وما فيش تركيز كافي. وفيه سنة ألأ من فريق. أنت أصلا على مدار البطولة أنت بيتيسوا بالمتش. يا جماعة أنت البطل. أنت أه ممكن تكون خسرت منه في ظرف. إنما في الآخر أنت البطل. ومفروض أن أنت بتدفع عن اسمك وعن سمعتك كلاعب. وللأسف الموضوع أخذ حيز غريب. أقول لك عقدة سانداونز. وهي وصلت العودة لي. إيه لها لعقدة سانداونز. يعني طبعا التاريخ بيقول أننا دلوقتي إحنا في الوضع صفر. إحنا المباريات اللي ما بيننا وما بين سانداونز. النتائج بتاعتها الأهلي كسب عدد مرات قد اللي كسبه سانداونز. لكن في الخامس سنين اللي فاتوا سانداونز رقميا على مستوى التنافس المباشر. يعني حقق تفوق كبير فقدر يعوض الجاب اللي كانت بينه وما بين النادي الأهلي. لكن ده ما ينفعش يكون. ما فيش أصلا فريق في أي حتة في الدنيا. مفروض أنه هو كونه عقدة للنادي الأهلي. يعني أنا بتكلم أن ريال مدريد في كاس العالم الأندية. إحنا ما لعبناهوش بالشكل ده. صح. يعني حتى معهوش تحفزنا طبعا أن إحنا تحفزنا دفاعيا. لكن قدمنا جيم كبير ووصلنا للجول كتير وكلنا بنلعب بثقة كبيرة. فننفعش الفريق اللي قدر يلعب بثقة كبيرة قدام فريق بحجم ريال مدريد. لما يجي بعد التدعيمات اللي حصلت في المركات واللي فاتوا. والفريق المفروض أنه بقى أقوى ينزل قدام سانداونز. يقدم الشكل ده من الأداء. ده كان شيء الحقيقة محبط جدا بالنسبة لنا. الظهر أن كل فترة أو تانية لازم تمر علينا مباراة ما أو بطولة ما تخلينا ما نبقاش بنعاول قوي على حتة التاريخ. وفرق الإنجازات وحجم النجاحات بين اللي احنا يعني فرقتنا وبين الفريق المنافس لأنه على الأرض ساعد بيبقى فيه قول تاني وكلام تاني خار. هو دايما لازم لا تعاول على التاريخ لأن الحضر المباراة تسعين ديئة فأنت في تسعين ديئة وكمان أنت في بطولة نوك أوت مش في بطولة مجموعات هتجمع فيها نقط وتسعد في الآخر. لا ده اللي بيتغلب بيخرج. فبالتالي هي تسعين ديئة. تسعين ديئة دي لها ظروف فأنت لازم تكون حاضر بكل قوة خلال التسعين ديئة دي. التاريخ حلو وعظيم يديك إرس ويديك هيبة وانت نزل الملعب لعيبة سانداونز احتفلت احتفال كبير والمدرب بتاعهم احتفل احتفال مبالغ فيه بعد المباراة عشان كسب واحد صفر.